روى ابن ماجة وغيره عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصاخ برجل من أمة يوم القيامة أن يُنادى عليه فيُنشَر له تسعةٌ وتسعون سجلًا كلُّ سجلٍ مدِّ البصر هذه السجلات خطايا وذنوب فيقول الله عز وجل هل تُنكر من هذا شيئًا؟ فيقول لا فيقول هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا فيقول هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ قال فيهاب الرجل فيقول لا فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تُظلم اليوم فتُخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقول الله أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تُظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة قال فطاشت السجلات وثقُلت البطاقة ولا يثقُل مع اسم الله تعالى شيء وقال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولأباليه